هنا بقى نتوقف قليلا سرقة جديدة طلت علينا النهاردة بعد فضيحة سرقة غادة والي لصور الرسام الروسي وطبعتها وحطتها في المترو وكان البرنامج ده اول برنامج يلفت نظر الناس على انه اللوح كانت مطبوعة مش خامة وارجع للحلقة لان الناس كلها تكلمت على ان دي سرقة لوحة بس الناس ما تكلمتش قبلنا عن ان ده كان ورق ليه بقى لان العبد لله الماثل امام حضراتكم اشتغلت مع اسد زيتي في متر الانفاء الاستاذ فاروق ابراهيم في المرحلة الاولى في محطة التحرير سادات ومحطة حسني مبارك اللي يا رمسيس مش اقول عليها عادل منصور ابدا اشتغلت مع الاستاذ فاروق ابراهيم كواحد يعني من ضمن فريق يعني فعارف ان الخامات اللي كان بتشتغل في الناس فهنا اخدت بالي ان غادة عادل دي والي غادة والي الحقيقة كانت طبعة طباعة كده ولازقة طيب النهاردة بقى الناس صحيوا على سرقة جديدة مش بقى سيبك من الجليل الستريني من حاجات دي لا سرقة جديدة واحدة بنت كتبت بوست باللغة الانجليزية عن سرقة جديدة الاستاذ يشام قاسم كمان طلع قال ترجمة لتدوينة ادبية ترجمة لتدوينة عن سرقة ادبية جديدة مجرد سؤال سازج النحط الموجود على اليسار هو استاذ يشام قاسم ترجم البوست الاصلي عشان بس مهمة قوي الامانة يا جماعة بجد كان في بوست اصلي مكتوب باللغة الانجليزية كانت بقى واحدة عن السرقة دي الاستاذ يشام قاسم لانه راجل محترم فمش اقولك بقى انا واكتشفت والحاجات زي ما بيعملوا كده الحرمية لا قال ترجمة لتدوينة عن سرقة ادبية جديدة مجرد سؤال سازج النحط الموجود على اليسار هو قوة الطبيعة للنحات الايطالي لورنزو كوين ابن انتني كوين اصداراته الاربع المعروفة معروضة في شنغهاي ايرلندا موناكو سنغافورة واصغر في البندقية التمثال على يمين الصورة وقيمة لا انت هات الصورة بقى وانا هقرد تويتر بتاع شام عاسم انت هات الصورة هات الصورة هو ايوة باس حلو ايو كده اطلع كمان 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 باس هو ايه كاتب بيقولي بقى التمثال على يمين الصورة وقيمة في العالمين مصر وهل يمكن لاحد ان يوضح من هو النحات لهذا التمثال هل هي وقعت انتحال اخرى ام انه من اعمال لورنزو كوين لم يرد ذكر في موقعه الرسمي على الانترنت عن اصدار في مصر ادي الصورة هي اليمين ده هو اللي في العالمين المزيف الشمال ده هو اللي عامله لورنزو كوين وعمل منه مجموعة اربع نسخ زي ما قال في شنغهاي وفي ايرلندا وفي موناكو وفي سنغافورة حتى الان ما ردش لورنزو ولا تقال يا جماعة ده تمثال مين خلاص ما تقالش ده بتاع مين اللي موجود في العالمين ده تلقيت واحدة مفضوحة مفضوحة ما يتقالش عليها غير مفضوحة تلقيت لك اخيرا تمثال في مصر اللي روحة لعريانا كده ان الدنيا الزبطت هو انت اهمك يا مفضوحة انها عريانا ولا اهمك انها سرقة من وجهة نظري انا وانا متخصص في ده وانا فخور نبقى المتخصص بدراسة وبشهادة هنا جريمته الجريمة الاولى انها سرقة ادبية لو ما خدوش اذن لورنزو كوين الناحات العالمين الجريمة التانية هي الغباء لانه اللي سرق غبي اللي سرق التمثال ده في العالمين غبي ببساطة جديدة اظن يعني ان غباءه واضح عليه ولا اعتقد انه مش لورنزو اللي عمله خالص بس يعني حتى الان يعني ليه بقى بنقول عليه غبي لانه ببساطة ببساطة النحت هو كتلة في الفراغ يعني اي تمثال نحتي هو عبارة عن كتلة في الفراغ وانك انت لما تيجي تتعامل مع الكتلة في الفراغ بتتعامل مع الميدان المحيط بيها يعني لو علي تعب دلوقتي وانا بقولك كلمتين دول وجاب تمثال سعد الزغلول اللي موجود في مدخل منطقة الجزيرة في الزمالك يبقى كتر خيره تمثال كبير لسعد الزغلول عمله النحات الرائع محمود مختار التمثال له علاقة نسبة وتناسب بينه وبين الميدان اللي هو فيه يعني لو الميدان كبير بيتحط نسب كبيرة جدا لو الميدان صغير بيتحط نسب صغيرة جدا الراجل اللي سرق التمثال ده لانه شكله حتى المعالجات بتاعته مش زي لورنزو غبي لان لورنزو هنا لعب على حاجة بسيطة خالص لعب على التوازن التمثال موجود على زي قوس كده وعلى القوس ده الست اللي واقفة كده وبتشد وبتشد الكورة دي الكتلة دي كلها في قوتها تعادل وده عبقرية التمثال الكتلة دي لانه هي واقفة على الكتلة دي فهي تحسنو ده في توتر يعني ممكن تتكسر يعني ممكن وهي الجسم بتاع الست عامل كده ومتطوحة الورس شوية وبعدين شده الكتلة الكبيرة دي فكأنني قوة الكورة الأرضية دي تعادل او بتعمل بالانس او توازن ما بين دول ودول مش مهم الكاميرا تيازعيز مش قضية بقى الكاميرا هي دي فكرة التمثال اللعبة على فكرة التوازن زكاؤه في كده ان التمثال الست الفجر ده واقف على اخر حاجة في الكتلة دي وكأنه هيتطوح يقعد الورا زي ما هو في الصورة كده قدام حضراتكم بس مسنود بالكتلة الطائرة دي والكتلة الطائرة دي ما فيش حاجة شايلها دي في الهوى دي عبقرية النحات في نسخة تانية للتمثال ده نفسه الحقيقة في ايرلندا انا شفتها او يعني ناس كتيرة شافتها بعد ما داخلت عملت بحث بس خلينا نشوف الاخت دي عملتها او الاخ ده الحرام الجديد عمليه الحرام الجديد زي ما هو عند حضرتك كده عملها على مدرك صغير وعملها ما فيهاش توتر خالص يعني ايه بتشير الكتلة كده على مدرك صغير راحت بقى فكرة التوتر اللي موجود في ربع القوس اللي كان هنا اما عمش الصورة بعيدة او يا عايزز مش ضروري تقرض الصورة التانية طيب لورنزو الحقيقة لو نسخة تانية من التمثال ده في شانغهاي وفي ايرلندا لو ده قاتل في النسخة التانية ايوة برافو عليك اهو لو ده قاتل في النسخة التانية هتلاقيه في شانغة في ايرلندا النسخة هنا مختلفة هو برضو قوة الطبيعة بس واقف على او واقف على هو الصورة مش بين الناس يا عايزز ما يلازم ايوة بس واقف إليها في النسخة دي بس واقف على اه مش نسخة قوس لا واقف على ارضية كده ايه الفكرة بقى الفكرة عند الورنزو هنا ان التمثال في النسخة ده اللي هو قوت الطبيعة برضو بص حواليه كده تلاقي المبنى قريب جدا منه عشان كده التمثال مش على ارضية عالية ولا على قعدة الفوق ولا ضخم ولا اي حاجة لانه في حتة ديقة لكن التمثال التاني اللي هتلاقيه اللي هو تحت ده اللي هو بشان غهاي غالبا يعني اللي هو الاصل بقى اللي سرعت منه هتلاقيه موجود عالي جدا ومبني زي ما قلتلك على نص قوس والفجر واقف فوق بيشد يا فيزياء حاجة كده عاملة زي الفيزياء قواعد يعني الاخت اللي سرقت التمثال او الاخ اللي سرقت التمثال في مدينة العالمين هوريك هكذا نسهت بقى انه التمثال او الناحة هو كتلة في الفراغ زي بالزبط التمثال اللي عرضه عالي دلوقت ده التمثال ده عمله محمود مختار لسعد زغلول والبلط بتاعه وراه وقف مدخل الجزيرة في الزمالك التمثال عبارة عن كتلة واقفة على اربع لفوف او لفات اعمدة على شكل وراء البردي اللي تحت ده حجم التمثال يخليك تشوف ايده وتشوفه وانت تحت لانه ايده قوية جدا وملامح واضحة جدا لانه محمود مختار كان عبقاري وكان سابق عصره فكان عارف ان التمثال هيتحط وعلى فكرة الامة كلها اكتتبت في التمثال ده بالمناسبة هو له نسخة تانية في محطة الرمل في اسكندرية بس مش زيه حاجة تانية انما بنفس العبقرية فهو عمل التمثال بالمقاييز ده اللي سرق التمثال في العالمين الجديدة الحرامي نسي ان النحة هو كتلة في الفراغ العلاقة بين الفراغ وبين القعدة اللي انا عامل على التمثال بين التمثال نفسه عشان كده هنا احنا قدام سرقة ادبية لو هم ما استأذنوش لورانزو الحاجة التانية قدام غباء فني لانه من الغباء بمكان انك ما ترعيش المحيط الفراغ المحيط والمباني اللي حوالين التمثال ده وده اللي بان في عبقرية الراجل ده هنا في ايرلندا الراجل في الصورة دي هنا في الصورة دي قصدي الراجل عامل التمثال لانه في حتة صغيرة وحوالي بتاع فعمله بسيط لكن في شنغهاي مثلا او هنا في شنغهاي هتلاقي التمثال على نص قوس وفي توتر واضح والدنيا نفس القصة ما عرفش ده فين ده اللي في شنغهاي ده أسف ده اللي في شنغهاي ده ما عرفش السنغافورة ده في سنغافورة اللي تحت اللي كان في سنغافورة وده في موناكو لانه برضو حواليه فراغ كبير فالقصة كلها هي علاقة ما بين ده وده على اي حال احنا قدام جريمة ادبية لو وانا اعتقد على فكرة لو انا بصيت في حول كويس اعتقد ان هم ما استأذنوش الاخ لورنزو احنا قدام سرقة تانية يا حضرات بس بغباء لانه مع الاسف العسكر اللي بيحكم ما يعرفش يعني ايه حقوق بالكير فكرية ومع الاسف اي نصاب يجي ينصب عليهم الحقيقة بيتحك عليهم لانهم مش فهمين حاجة وانا عندي علاقة مع العسكر قديمة ايام ما كنت في الجيش وانا بعمل الحقيقة تمثال كبير لمدخل المعسكر وشفت قمة الغباء والجهل من قائد المعسكر عانيت عانيت وكاد الامر انه يحبسني بلا مبالغة يحبسني لو ما خلستش في 24 ساعة لوحة 3 متر في 3 متر لوحة اتنى حتى بارز وقال لي لو جيت الصبح ما لقيتش اللوحة دي معمولة انا هحبسك هواديك محاكمة عسكرية فكان علي اني اقعد 24 ساعة اشتغل في لوحة عايزة على الاقل 3 شهور على الاقل 5 ربين يوم لانها تحبس الصبح هيحبسني وباشتغل لوحدي مش معايا فنانينت لوحدي ولما جاء الصبح يشوفها صع 10 الصبح اكتشف فيها عيب فظيع مرعب وقال لا دي انا احبسه اكتشف انها من السلصال من الطين ده سعى بياصبعه كده على المجسم اللي انا عامله قال لي الله دي بتبوز قلت له مايطين قال لي تيني وانا واي حد يعدي بوازها قلت له ما هي تتحول لمادة تانية قال لي يعني ما هي دي تتحول لطين ده حاول لمادة تانية قال لي علين في العسكري كده وعين قال لي فين مكنت العين أنا باعملها بإيدي قال لي بيدك دي انت اللي عملت أنت اللي عملت الدبابة دي انت تتحكي عليها وبعد جاب المعسكر كله وشافكه شوف مين دخل بالليل والله ما بجدم من دخل المعسكر بالليل عايز أعرف من اللي دخل بالليل وجاب الست سبع عساكر اللي كانوا معايا يقول لهم حد فيكوا نام بالليل يا قد انت قالوا لا يا فندم يكون يا قد نام والجن نزل اشتغل معاه جن يا فندم يا فندم انا خريك في نون جميلة ودي شغلتي بيشتغلها برا ما بيفاهمش قال لي البتاع بيبوز ويتحول لمادة تانية قال لي واريني يتحول لمادة تانية ازاي صبت له ايدي مجسب الايدي بقى جبس قال لي وبعدين قلت له خلاص ده هيترمي الطين ده وهيبقى اللوحة دي جبس وهنلونه قال لي ايه بقى ايه قولك بقى ان ده انا عايز الاثنين حمار عايز الاثنين ازاي عايز الجبس وعايز الطين تفنى دي نص ساعة في الشمس هتبوز وتشقق عايزها شوف حل فيها اشوف حل في الطبيعة الطبيعة كده طين ولو قعد في الهوى شوية ساعة ما تغطاش هيتشقق ويبوز لو اتشقق وتبوز ادخلك السين غبية انت بتعامل مع غبي انت بتعامل مع شخص غبي فيجيلهم واحد زي دي يعمل لهم لوحة واللي غدا عادل ترمي دلالها على السيسي وتعمل حبتين وشويتين والرجل يلبس يلبس يا حضرات مشهد اللي حصل في فيلم خالد صالح هي فوضى عرفت قد انت جاهل فيش فايدة ما فيش فايدة خلين نشوف تعليقات على تمثال على مين الاستاذ سليم عزيز بيقول من لوحات المترو الى تمثال على مين انفراد فنان ايطال يعلق على وجود تمثاله في مدينة العالمين لم اعطي الاذن بذلك رسمي فصد البلد رسمي وانا قلتلك هو المعالجة بتاعة الجسم مش معالجة الفنان يا حضرات اسلعة دي صنعة مهم هيس ابو خليل عسكري سرق تصميم تمثال قوة الطبيعة للمنحات الايطالي لورانزو كوين وعمل نسخة دي وضعها في مدخل فندق الماس الذي يملكه في العالمين العسكري مش عايز يبطل سرقة بدءا من سرقة اكل العساكر وانتهاء بنها بوطن باكمله لا تكن مثل العسكري تسرق اي شيء بكل بلطجة كفاية فضيحة فضيحة رسمات المترو لابنتكم على جدوالي اما طبعا بنتهم طبعا بنتهم فاتح بيقول سرقوا ابن انتونو كوين تمثال العالمين المسروع قوة الطبيعة هو بالاصل النحات الايطالي لورانزو كوين هو الابن الخامس الممثل انتونو كوين شوف الفرق فرق شاسع فرق شاسع بين الاصل والتعليد اها دي البنت بقى شيرين شافي هي اللي اول واحدة كتبت هي اول واحدة كتبت البوص ده باللغة الانجليزية هو غالبا كده بقى اي حاجة ظهرة مملوقة فساد وسرق او الفن الحقيقي او التفوق الحقيقي في اي مجال مش مكتب له النور على طريق غدا والي سرق جديد لتصميم قوة الطبيعة في العالمين لنحات ايطالي اسمه لورانزو كوين هي الاستاذة او الاستاذة دي المادام او الاستاذة شيرين شافيق هي اول واحدة كتبت ولفت نظرها انو يا جماعة فيه تمثال مسروق محطوط في العالمين وواعدين ما تزعليش هرشيرين ده مش بس دول مش بس حرامية دول حرامية وعندهم غباء فني